موسيقى محمد تترقنا في الحصة السابقة إلى المثلثات المتقيسة وعرفنا على أن المثلثين المتقيسين إذا كانوا قابلين لتطابق ثم تترقنا إلى حالة التقايس المثلثين درسنا اليوم لن يخالف عن درس المثلثات المتقيسة بل سيكون فيه نسل المنهجية بل سنترق إلى المثلثين متشابهان ما معنى إذن المثلثين متشابهان قلنا درسنا اليوم هو المثلثات المتشابهة نبدأ بتعريف المثلثين المتشابهة تعالوا نقرأ جميعا تعريف المثلثين متشابهين يكون المثلثين متشابهين إذا كانت زواياهما المتناضرة متقيسة بمعنى آخر إذا اعتبرنا المثلة ABC وFG مثلثين بحيث الزاوية ABC تقايس الزاوية FG ثم الزاوية ACB تقايس الزاوية EGF ثم الزاوية BAC تقايس الزاوية FG إذن ABC تساوي EFG وACB تساوي EGF وBAC تساوي FG نقول في هذه الحالة على أن المثلثين متشابهان إذن إذا أردنا تعريف المثلثين المتشابهين يذن إذن لهم الزاوية المتناضرة متقيسة ملاحظة جد مهمة مثلثين متقيسان هل هما مثلثين متشابهان إذا كان مثلثين متقيسان فالزوايا المتناضرة متقيسة وبالتالي فهو يطبق عليه تعريف المثلثين متشابهان إذن كل مثلثين متقيسان فهما مثلثين متشابهان وعند السؤال مطرح هل كل مثلثين متشابهان هما مثلثين متقيسان والعكس غير صحيح لماذا؟ نعتبر الشكل الذي لدينا أمامنا على الشاشة المثلتين ABC و EFG متشابهة لماذا؟ لأن الزوايا المتناظرة كما ما هو مبينة في الشكل فهي زوايا متقيسة وبالتالي فإن المثلتين متشابهة السؤال هل المثلتين متقيسة؟ بطبيعة الحال المثلت ABC أصغر من مثلت ناحية الحجم ناحية الشكل فإن EFG يبدو على أنه أكبر من مثلت ABC فهما مثلتين غير متقيسة لماذا؟ لأنهما غير قابلان لتطابق خاصية وخاصية مهمة جدا إذا كان مثلتين متشابهان فإن أطوال والأضلع المتناظرة متناسبة استنتاج إذا كان ABC وأFG متلتين متشابهان فإن UF على ABC تساوي UF على AC تساوي FG على BC تساوي K K حيث K عدد حقيقي موجب قطعا يسمى نسبة التشابه إذا كانك أكبر من واحد فإنك يسمى معامل التكبير بمعنى آخر انطلقنا من متلة صغير إلى متلة كبير ثم إذا كانك أصغر من واحد وبما أنك موجة فإنك محصول بنا صفر وواحد فإنك يسمى معامل التصغير أي انطلقنا من متلة كبير إلى متلة صغير نمر إلى الفقرة أو المحور الثاني والذي يعتبر ركيزة أساسية بالنسبة لهذا الدرس فهو عبارة عن عمود الفقاري لهذا الدرس حيث سنرى الحالة الثلاثة للتشابه المتلتين نبدأ بالحالة الأولى للتشابه خاصية تعالوا نقرأ جميعا هذه الخاصية إذا قايست زاويتان المتلة على التوالي زاويتين المتلة آخر فإن هذين المتلتين متشابهان بمعنى آخر إذا كان في متلتين زاويتان تقايسان على التوالي زاويتين المتلة آخر فإن هذين المتلتين متشابهان بتعبير آخر إذا كان في متلة متلتين ABC و OFG لاحظوا مع الشكل ABC تساوي EFJ وBAC تساوي FEJ هناك زاويتان تقايسا على التوالي زاويتان في مثلات آخر ABC تساوي EFJ و BAC تساوي EFJ نقول في هذه الحالة على أن المثلتين متشابهين هذه الحالة الأولى حتى نستوعب هذه الخاصة جيداً نتطرق إلى المثال التالي نقرأ جيداً نص هذا التمرين ABC متلت قائم زاوية في A H المسقط العمود للنقطة A على B برهن على أن المثلتين AHB و AHC متشابهين نتمعين جيداً في هذا التمرين فمعطيات هذا التمرين الحل معطيات هذا التمرين لدينا بأسي زاوية قائمة بما أن H المسقط العمود للنقطة على BC فإن AH عمود على BC ننشئ إذن قلنا بأسي 90 درجة وAHC عمود على BC ننشئ الشكل التالي لاحظوا معي جيداً الشكل الذي لبها معطيات السابقة بأسي زاوية قائمة بأسي زاوية قائمة وAHC زاوية كذلك قائمة إذن المطلوب هو بين أو المثلتين متشابهين AHC و AHB المثلتين AHC و AHB لهم أولاً نحدد الحالة الأولى AHC تساوي AHB تساوي 90 درجة لماذا؟ لأن AHC عمود على BC زاوية قائمة يبقى لنا الزاوية الثانية كيف إذن نبحث عن الزاوية الثانية وهنا سأذكر بزاوية متتامتان ما معنى زاوية متتامتان هما زاوية مجموعة قياسيهما 90 درجة وفي مثلت قائمة الزاوية نعلم أن الزاوية الحادتين هما زاوية متتامتان سأتمد على هذه الخاصية حتى أبين أبحث وأجد الزاوية الثانية المثلات ABH قائمة زاوية في A إذن الزاوية الثاني BH وABH متتامتان وبالتالي فإن ABH زائد BH تساوي 90 درجة لأنهما زاويتين حادتين في مثلات قائمة الزاوية الزاوية الثاني سأأش وBH متتامتان لماذا هم متتامتان لأنهما يكونان زاوية قائمة وبالتالي فإن سأأش زائد BH تساوي 90 درجة نستنتج حسب ما سبق أن سأأش زائد BH تساوي ABH زائد BH تساوي 90 درجة وبما أن في المتساوية توجد BH في كل طرفين فيمكن اختزالهما ويصبح لدينا سأأش تساوي ABH إذن وعليه الزاوية التي نبحث عنها نقول أن لهما نفس الزاوية المتممة إذن المتلتان ABH وASH متشابهان وذلك حسب الحالة الأولى للتشابه خلاصة لكي نبين على أن المتلتان متشابهان يكفي أن نبين أن المتلت الأول يحتوي على زاويتان تقايي ثاني على التوالي زاويتان في المتلت الآخر هذه الحالة الأولى نمر إلى الحالة الثانية للتشابه تعالوا نقرأ جميعا الخاصية هذه الحالة الثانية إذا قايست زاوية لمتلت زاوية لمتلت آخر وكانت أطوال الأضلاء المحادية للزاويتين المتناسبة فإن هذين المتلتين متشابهان بتعبير آخر إذا كان في المتلتان ABC وFG الزاوية بأس تساوي الزاوية FG وAB على أف تساوي أس على أف كما هو موضح في الشكل فإن هذين المتلتين متشابهان نمر إلى تمر طبيقي حتى نطبق فيه هذه الخاصية نقرأ جيدا معطية هذا التمر ABC مثلت حيث AB تساوي 7.2 وB 5.4 وAS 9.6 D نقطة من قطعة AB حيث AD تساوي 4.8 وN نقطة من AC حيث A تساوي 3.6 قارن المتلتين ABC وAD الحل أولا نبدأ بالشكل لاحظ معي جيدا الشكل D تنتمي إلى B وT تنتمي إلى AC قارن المتلتين ABC وAD المتلتين ABC وAD لهما نقطة إلى AC أولا D A تساوي الزاوية ب AC لماذا؟ لأنهما زاوية مشتركة فأطوال أضلعها دائما منطبقة وبالتالي فهي زاوية مشتركة لهذين المتلتين ثانيا لدينا AU على AB تساوي 3.6 على 7.2 والتي تساوي 1.2 ثم AD على AC تساوي 4.8 على 9.6 تساوي 1.2 لاحظوا معي النسبتين المتساويتين ماذا نستنتج؟ نستنتج على أن AD على AC تساوي AU على AB وحسب الخاصية الثانية للتشابه فإن المتلتين ABC وAD متشابهان نحن نلخص الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا التمر قلنا إذا أردنا أن نبين أن المتلتين متشابهين وذلك حسب الحالة الثانية التشابه يجب أن يكون أولا نحص على زاوية زاوية متخيسة ثم أطوال أضلعهما تكون متناسبة نمر إلى الحالة الثالثة للتشابه تعالوا نقرأ جميعا هذه الخاصية إذا كانت أطوال أضلع متلة متناسبة مع أطوال أضلع متلة آخر فإن هذين المتلتين متشابهان بتعبير آخر إذا كان في متلتين أبسي و أفجي حسب الشكل الذي أمامكم وكانت أف على أبي تساوي أجي على أسي تساوي أفجي على بسي فإن هذين المتلتين متشابهة إذن خلاصة لهذه الخاصية نقول أن المتلتين متشابهين إذا كانت أطوال أضلعهما المتناظرة متناسبة نمر إلى تمام الطبيقية حتى لاستوعب هذه الخاصية جيدا نقرأ جميعا هذا التمام أبسي دي رباعي محدد حيث بالمليمتر أسي تساوي 24 أدي تساوي 20 والسي تساوي 16 والسي بي تساوي 36 وأبي تساوي 3 برهن على أن المتلتين أبسي والدي أسي متشابهان الحل نبدأ أولا بالشكل يجب إنشاء الشكل وذلك باستعمال المستارة والبركار لأن مهم لا يمكن رسمه فقط بالمستارة يجب السعانة بالمستارة والبركار لدينا أدي على أبي تساوي 20 على 30 أي 2 على 3 أدي على أبي الأضلع المتناظرة لا تنسى ذلك ثم سي دي على سي تساوي 16 على 24 تساوي 2 على 3 دائما الأضلع يجب أن تكون متناسبة والأضلع المتناظرة ثم سي على سي بي تساوي 24 على 36 تساوي 2 على 3 ماذا نلاحظ في هذه الحسابات لاحظ معي جيدا على أن أدي على أبي تساوي 2 على 3 والسي على سي تساوي 2 على 3 والسي على سي بي تساوي 2 على 3 ماذا نستنتج من هذا الحساب نستنتج على أن سي أ على سي بي تساوي أدي على أبي تساوي سي دي على سي أ وحسب الحالة الثالثة للتشابه فإن المتلتين أبي سي ودي أسي متشابهة ملاحظة مهمة جدا وهي تسهيلا لكتابة نسبة التشابه في المتلتين متشابهين نكتب رؤوس المتلتين تحت بعضها بشكل تقع فيه الزوايا المتناظرة المتقايسة تحت بعضها ثم نكتب نسبة التشابه كما يلي وهي ملاحظة همة جدا ستساعدنا في حل معظم وجل التمار التي تعلقوا بحساب أطوال أضلاء المتلت عزيزة الميلة عزيزة الميل رأي دائما على أن تكون زوايا المتلتة تحت منها تحت أ التي الزاوية تقايس وهي أ ثم الزاوية أف تحت منها الزاوية تقايس ب والزاوية ج تقايسها الزاوية الس في هذه الحالة نكتب نقطتين في ورقة الوصخ ثم نكتب أف على أبي تساوي أجي على أسي تساوي أف جي على بيسي تساوي كا وكا هي نسبة التشابه تمرين تطبيقي أبي سي متلت وأش ارتفاعه أمنتصف أسي وأن منتصف أبي قارن المتلتين أبي سي و أش إن أم الحل إذن المتلت أبي سي فهو متلت عادي وأش ارتفاعه قارن المتلت أش بي هو متلت قائم الزاوية وأش سي هو كذلك متلت قائم الزاوية نعتبر المتلت أش سي قائم الزاوية في أش وأم منتصف أطريه وقلنا في السنة الماضية إذا كان منتصف أحد متلت قائم الزاوية فإن منتصف أطريه يكون متساوي المسافة عن رؤوس هذا المتلت وبالتالي فإن أم تساوي أم سي تساوي أم أش تساوي أسعر إثنان ثم نقوم بنفس العملية في المثلة ABH الذي هو كذلك قائم الزاوية وN منتصف وتريه نعتبر المثلة ABH قائم الزاوية في H ولدينا N منتصف وتريه وبالتالي فإن AN تساوي NH تساوي NB ثم نعتبر كذلك المثلة ABC لدينا N منتصف AB N منتصف AC ومن هنا سنتج على أن MN توازي BC لماذا؟ المثاقب المعر من منتصف ضلع المثلة يوازي حامل الضل الثالث وهنا حينما يكون لدينا MN توازي BC يجب أن نفكر في خاصية طالس وحسب خاصية طالس المباشرة فإن أولاً AN على AB تساوي AM على AC تساوي MN على BC لدينا AN تساوي NH حسب ما سبق وAM تساوي MH إذن المتساوي الأولى تصبح MH على AB تساوي MH على AC تساوي MN على BC وهنا لاحظ معي جيداً أن أطوال أضلع هذا المثلة MNH فهي متناسبة مع أطوال أضلع المثلة ABC وحسب الحالة الثالثة للتشابه فإن المثلتين متشابهة إذن ABC وMNH متشابهة خلاصة قلنا وهنا أذكر بالخاصية الثالثة التي تقول إذا كان أطوال أضلع المثلة متناسبة مع أطوال أضلع المثلة الثاني فإن المثلتين متشابهة طبقنا الحالة الثالثة للتشابه خلاصة إذن إذا أردنا أن نبين على أن المثلتين متشابهة فإما نعتمد على الحالة الأولى التي تقول إذا كان زاويتين في المثلة قيسة على التوالي زاويتين المثلة فإن هذا المثلتين متشابهة الحالة الثانية للتشابه فإن الزاويتين إذا كانت زاويتين زاوية قيسة زاوية مثلة آخر وكانت أطوار أضلع من المتناظرة متناسبة فإن هذا المثلتين متشابهان الحالة الثالثة للتشابه إذا كانت أطوار أضلع هذا المثلت متناسبة مع أطوار أضلع المثلت الثاني فإن المثلتين متشابهان وذلك حسب الحالة الثالثة للتشابه لا تنسوا على أن نكتب زوايا المثلت فوق زوايا التي تقايس المثلت الثاني أتمنى أن أكون قد وفقت في تبليغ هذا الدرس فهو يلعب دور كبير في الهندسة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا